كل المدخنين كيعرفوا مدى تأثير التدخين على الصحة ديالهم ولكن كتير ما كيعرفوش أنه كين واحد تأثير ديال التدخين على الشرايين ديال الجسم كله ما يخص شرايين ديال الدماغ شرايين ديال القلب وشرايين ديال الأطراف لأنه من المكونات الأساسية ديال الطابع هو لانيكوتين والواحد بمجرد ما كيبدأ يستنشق هاد لانيكوتين بطبيعة الحالة يعطي واحد الإفرازات هرمونية من الدماغ اللي كتكون عنده واحد تأثير مباشر على الشرايين يعني أنها كتبدأ كتضيقهم شوية بشوية ومع السنوات زيادة على أن الدم ديال المدخينين تيكون غاني بالكابوكسي إيموغلوبين بالفبرينوجين الكوليستيرول لغادي كوليبر اللي كيجعل أن هاد المواد كلها كتبدأ كتتراسب وكتبدأ كتتراكم وبالتالي كتضيق الشرايين على المستوى ديال الدماغ أو العنق اللي كيعطي جلطة والواحد يقدر يتصاب الله يحفظ بشلل يقدر يعطي جلطة في القلب اللي كيعطي لانفاخ تيزيموكات ويقدر يعطي مشكل ديال انسيداد الشرايين في الأطراف اللي يقدر يعطي حتى في آخر المطار إلى بطر الأطراف الله يحفظ المشكل هو أنه في زفد الناس تيقولوا ورا هادك ما تيكميش ومع ذلك جاتوا جلطة في القلب أو جلطة في الدماغ أو مشكل في الأطراف هذا صحيح تقدر يوقع لأنه نظرا لنمط العيش ديالنا نظرا لتسمم بعض المأكولات نظرا لتلوت الهواء هاد المسائل تقدر توقع ولكن ما ننسوش أن المدخنين هما أكتر عرضة لهذا المشاكل فمثلا الناس اللي كيدخنوا هما معرضين الجلطة للدماغ جوج نوبات كتر من الناس اللي ما كيدخنوش هما معرضين الجلطة في القلب خمسات نوبات مقارنة مع الناس اللي ما كيدخنوش هما معرضين سبعات نوبات كتر لمشكل الشرايين في الأطراف بالنسبة للناس اللي ما كيدخنوش الحاجة المهمة واللي بغيت نشر لها وهي أن الأعراض ما كتبانش في الأول الواحد يمكنه يدخن عشر سنين خمساتاش العام في ما أكتر وما كيبانش للأعراض لأن الأعراض ما كيبان حتى نسبة الاختناق في الشرايين كتتعدى واحد نسبة كبيرة اللي ما بين سبعين حتى الثمانين في المياه عاد تتبان الأعراض ويريد الناس أنها تدير واحد شخص وتشوف المختصين في الشرايين مني كتبان الأعراض شح المواحد كتكون عنده الأعراض وكي ما كيدير حتى شي تسخيص حتى كيولي المسائل كالتفاقم وحتى يولي المضاعفات كتير هاد الأعراض اللي خص الواحد ينتبه له وبالخصوص الناس اللي كييدخنوه وأنه كيبدأ البرماتر دمارش ديالهم كيبدأ ينقص يعني أن السيد أو السيدة مولف كيمشي كيلومتر أو جوج بدون أي مشكل كيولي هادك المدخ اللي كيتمشون كيبدأوا ينقصو شوية بشوية مشي أن قلبه كيجي نجاة أو كاية لا رجليه اللي كيبدأوا كيتوقفوا إليه وكيبدأ يتبلوكا مثلا كان مولف كيطلع جوجيا لازيتاج كيولي كيطلع غير واحد وكيبدأ يتوقف عن المشي لدرجة أنه كيكون موجبر على الوقوف واحد دقائق أو واحد ثواني ومن ثم كيقدر يستأنف المشي دياله هذه علامة من العلامات من بين العلامات الأخرى وأن الرجلين دياله كيبدأوا يبردوا عليه أو اللون ديالهم كيبدأ يتغير وهذه من المسائل المهمة اللي خصنا أنشيروا له فما خصش الإنسان اللي مدمن على التدخين ما خصوش تكيبان هاد الأعراض عاد يعرض نفسه عند الطبيب بالعكس خص دائما يمشي ديروا حد تشيكوب ويشوف هاد الشرين فينوصلوا شنية نسبة الإنسيدات المسألة المهمة اللي بغيت نهضر عليها وهو أن نسبة الإنسيدات تقدر تاخد سنوات ولكن اللي كي تبقى عشرين أو خلاتين في المية كيمكن له يتسد في فترة وجيزة وفي هذا الوقت هذا عاد كيبدأوا يبانوا المضاعفات ولي كيزيد في الطين بالله وأن الناس اللي عندهم داء السكري اللي عندهم تنسيون اللي عندهم الكوليستيرول وهما كيدخنوا هذه مسألة كتولي صعيبة وصعيبة في الزاف والمضاعفات كتكون كتيرة وكتجي في واحد الفترة اللي هي قسارة ليش؟ لأن بالخصوص داء السكري كما ذكرنا مرات عديدة أنه تقدر يخنق هاد الشرايين والطابة تدخين تهو تيخنق الشرايين فتنكونوا كنلابو على جوج ديال الأوجوه فالشرايين كيتخنقوه بواحد نسبة عالية مسألة أخرى اللي نسينا ما ذكرناش هي أن التدخين عنده تأثير على الأعضاء التناسلية فشحلم واحد كيعطيه مشكل جنسي مشكل ديال الانتصاب وتيكون عنده واحد تأثير لفثاني واجتماعي مهم ومسألة أخرى المرأة الحامل اللي كتدخن راكتعرض الجنين ديالها المخاطر كتيرة وتشوهات كتيرة وتقدر تولد قبل الوقت ويقدر يكون الطفل ديالها عنده مشاكل بسبب التدخين اللي غدي يعدبه في حياتها كلها فأختي المدخينة الحامل تجنبي التدخين لأنه غدي يقدر يعطيك مشاكل لكل طفل ديالك والله يهدينا على صحتنا ونحاولو نبتعدو على هاد الأفا بأي صفتين كانت رغم ما كايش واحد الحاجة سميتا مستحيل وما يمكنش كاي مسألة سميتا العزيمة إلا بغينا نقطعو التدخين ممكن خستكون عندنا أول حاجة العزيمة أننا بغيو نقطعو هاد الأفا ودك ساعات يكون وسائل اللي كتعاونة كان وسائل كتيرة بحال لبنوز بحال أدوية بحال الأكوبونكتور كان مسائل كتير كتير بزاف اللي تقدر تعاونها ولكن أول حاجة هي العزيمة والعزيمة القوية